السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مستش نعمل اللايك نشترك في القناة قبل دا كله نصلح سيدنا محمد اللهم نصلح على سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن الجميلة سامر ريحية وظهرها متقلق باللون الاسود يعني وطبعا اطلالة مميزة جدا جدا لها وطبعا الشتا بيحب الالوان الغم وبيحب الالوان الاسود جدا وهي ما شاء الله عليها متقلقة وطبعا ظهرت بيعني شعر بتشعر اللوك الجديد وشعر الجديد وان هي طبعا عملتها عند مصفف شعر او كوافير في مصر هنا وطبعا ربنا يوفقها ويسعدها يا ربي في حياتها اخدت عبارة النهاردة من كتاب وقالتها وبيتقول طبعا ان انت تفضل تحارب وتحارب وتحارب من اجل حريتك وتموت حتى عشان حريتك ولا انك تفضل طول عمرك تعيش ان انت تعيش مسجون وتعيش مسجون لايامك لا لازم ان انت تحارب علشان تحصل على الحرية الكاملة لك وانك تعيش حياتك بحرية ومش بس كده كمان ابو جبل كل سنة هو طيب كان عند ميلاده من فترة قريب من كام يوم كان يوم لحد اللي فات وطبعا حصل زي ما احنا شفنا ارتباك كبير جدا في نادي الزمالك وكلام كتير اتقال وطبعا احنا عارفين اللي حصل ايه والاوضاع اللي حصلت من كتير من نغبطة كبيرة جدا في نادي الزمالك واللي اعتبرها اخو ابو جبل ومحبين ابو جبل اعتبروها ان هو ده اخد بحق يعني ربنا اخد حقه كده واخد طارو من نادي الزمالك واللي عملوا فيه ومش بس كده نادي الزمالك ولكن كمان كل الجماهير اللي كانوا فرحانين بنادي الزمالك ادي يخدوا اهو انتوا يا ما شتمتوا يا ما قلتوا يا ما عدتوا على ابو جبل ادي ربنا اخد حقه عارفين ان الظلم ظلمات يوم القيامة فاكيد المظلوم بتبقى جواه نر ايدا فمع مرور الايام ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي يشوف المظلوم بيخلي ربنا بيخلي يشوف قد ايه اللي ظلمه دا من نفس الكاس اللي انت عملته في اللي ظلمته فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيشفي غليل المظلوم وبياخد حقه الدنيا واخره لنا يعني ناخد عبرة وعزة من اللي بيحصل ونبطل اللي بيظلم حد يبطل يظلمه ونعيش حياتنا بي صفاء نية وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا يا رب العالمين باذن الله تعالى طول ما الانسان فعلا نيته صافية وقلبه صافي ففعلا ربنا دايما بيفضل معاه وربنا بيكشفه دايما كل اللي قدامه ربنا دايما بياخد حق الشخص المظلوم ده فتوكله دايما على الله سبحانه وتعالى واكيد طبعا في يوم من الايام هتلاقي حق اجيلك شوف حضرتكم على الف خير يا ربي في فيديو جديد وخبر جديد واستلام عليكم ورحمة الله وسكوا في ربنا سبحانه وتعالى طبعا هتلاقوا المواجزات